السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواقع وما كان نتكهنش عليكم وانت نطول لكم في الكلام وكيف ما قلت لكم في القبل انا بغيت نبدأ نعطيكم بعد الوصفات اللي ما غنبقاش نطول فيها وانا ما غنبقى نعطيها غير شفاهيا وبسرعة يعني تسمعوها وتديروها تجربوها ولو انكم تلقي الفيديو وانتو ما كتديرو هديك الخلطة بعد ما يخلص الفيديو فيكم تمسحوها واذا عجبتكم تديرو لي لايك واذا كنتم متفقين على هاد الخطة اللي انا ديرها كتبولي في الكومنتر انكم بغيين ومستعدين وديرو لي لايك اليوم غدي نكمل كلام دي الاخر فيديو اللي حطيته البارح مشي انا اليوم اللي غدي نكمل وانما سبحان الله جاء هك من يوم اللي كم سمعوه واحد قتل واحد الغدلي كي تكون واحد قتل واحد ولاخر عاو تاني يضرب ومو ولاخر تابو كي يضرب مو وحل الناس قلصة في الدنيا عيكة تعاند البارحة درت على السيدة المتشردة اللي كانت غادي تولد في الشارع ولولا قدرة الله هادك السيد الله يرحم لي الوالدين نرب يجعل فيها الرحمة واتصل برجال الشرطة واتصل بالوقاية المدنية اللي يرفضوه باش يجيو يهزو هادك السيدة بحجة انه في اول مرة ما بغاتش تدخل معهم ما بغاتش تطلع معهم تاني مرة لما لح السيد وقال لهم راهد شي موتق من شوف تيفي وفلايف والشرطة جاية على مرتين وواقفين عادة باش طاعوا وعادة باش جاو وهزوها والدوها واللي طلبنا منهم ما يوقفوش العملية غير باش يهزوها ويحطوها وينما يتابعوا الموضوع ويطلعوا لنا اشنو صار مع هاد السيدة هدي اللي هي مواطنة مغربية رغم انها متشردة وهذا ما كيهم منبتشي حاجة اليوم طلع لنا طوبيس كان غادي في الخط ديالو شوية فجأة غير المصارف ومشى بدل ما يمشي في الخط يمشي مشى المركز دير الشرطة كنا زمان كنسمعو ان الطوبيس كان غادي وهو يدور الشرطة المركز دير الشرطة او دائرة الشرطة هادا كيكون فيه شفار شفار هاز جنوي او ضرب الشيحاد او كيسدموا الطوبيس لبيبان وكيزيد كعيق الشرطة كيهبطوه مع الشاهد ومع اللي صار معه المشكل وكيزيد يقلب وكيمشي اليوم صاروا الصائقين ديال الحافلات البيضاء متفقين اتفاق واحد وكيقولوا الناس اللي شاهدين انو هاد البلاغ جاء من فم واحد صائق قال ان الشركة هي اللي كتقول لهم خسكم تزيروا الناس اللي ما دافعينش بما فيهم تلاميذ اللي كيكون وديديهم فقرة اكيد فقرة لانهم كي ياخدوا الحافلات العمومية والناس المعاقيين حتى هما ولو عندهم البطاقة وبدون بطاقة المعاقرة معاق معاقرة بها انو معاقرة ما غديش يعواج عليك او لا مثلا غديش تكون مكسرة لو يدوها وغدي يكسفق كروسة غيب الشركة في حافلة ان هاد المعاق حتى هو اه الى ما عندوش البطاقة كنسمحوا ليه يطلع في جميع دول العالم واللي ما كتعرفوش ان في بعض الدول ان المرأة ما كتدفعش والمرأة الحاملة كتقلس والصفوف الاولى ديال الطبسات كيكونوا بس العيالات احنا لا مخلطين مخلطين وقفين على حساب الفران وقفين الرجال وراء العيالات على حساب الفران وما كينش حتى هاد السائق ليكي يكون مخصوش يدخل في هاد المواضيع ما كيددخلش في هاد الموضوع لانو ممكن يحسبو الحافلة كتتعرض لتحرش داخل هاد التحرش ما كيددخلش مع انو ماشي يشغلوه لكن لان القضية في هالفلوس كيددخل هو والروسوفيرا كي يشدو التلامب كيوقفوهم عفوا كيوقفوهم على المدرسة ديالهم وبدل ما يديوهم ويعطوهم انظار ومثلا يقول لهم مرة اخرى ما طالعين ما غدش نطلعوكم هذا من حقهم لان القانون 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 ما كيد يقدرش شي واحد يلا خرج يبدأ يجتهد فيه او مثلا يقول لكي هو ما عندوش ايه فعلا ما عندوش ولكن خصو يشوف شنو غايدير يمشي ياخد بطاقة ديال اه سنوية او شهرية لكي تكون منخفضة في السمن دياله لكن باش نهزو ما صار الطبس كامل ونديوه ويبقى الشفور كيف الشفور ديال السيارات الوقاية المدنية البارح هو المساعد دياله تحكموا وقالوا انو ما يطلعوش يعني هما كيمتالكوا السيارة ديال المخزن وكيتحكموا فيها انو ما يطلعوش اللي بغاوها كاك حتى الشفور مع الرسفورة كيتحكموا انو المصار ديال الطبس اللي غادين فيه الناس مش غلي سالتين الناس اللي غادين خدامين اللي غادين يمشي وقضيوا مصالح خاصة اللي غادين للطبيب اللي غادين عندهم اهلي ديالهم تتصرح المرأة انها عندها جنازة ممكن تقدر توصل عليها الله اعلم شنو اللي صاير من العائلة ديالها المقربين ولا لا منهم الناس غادين الخدمة ديالهم لان الشفاة ديالهم ما غديش يقول لي يرى ليهم دربية طبس مننا وغضى دربية طبس مننا منهم الناس اللي غادين كانوا في بلاسها وراجعين البلاس اخرى وعندهم غرض انو ما يوصلوا في ديك الساعة احنا ما تتهمناش شنو هي الاشياء اللي كل واحد غادي لها وانما كيهمنا انو يكون هدك الراكب محتارم في الحافلة منين كيطح حتى كيهبط وعنده الحق انو يهبط في البلاكات ديال الطبس اللي هو غادي يوقف في هاد طبس وقربة لي المكان دياله ماشي وقفوا حتى بعض الركابرة وما شوية ماشي حتى له كيكون وقفوا دوك يقول لي حليا او لاتي قربتي يفوت البلاكات يقول لي واحطنينا احنا ماشي مع هاد الناس وانما احنا مع الناس اللي كي يمتلكوا هاد هاد السيارات ماشي كيمتاكلوها خاصة وانما كيمتاكلوها في المئة ديالهم ومحافظين عليها ودخلين هاد الشركة اللي دخلت جديدة اللي الناس كلها المغاربة فرحانين انو دخلت بعد ما قلزها دخلات المرة كشو نجحات فيها مياه في المياه ومو الدومة فيها وفيها واحد الاحترام وفيها واحد تبادل الاحترام ما بين الراكب وما بين ما بين السائق اللي كي قطع بوحده وما معاش المساعدة يقطع بوحده وانما عمر ما كان فيه اشي مشاكين من حين الحين كتصير مشاكين عادة يعني بحلقها عن الناس وانما كتحلك المشاكين ما كيوصلوش بها قاع اي بد المصار ديال الحافلة لمركز الشرطة المهم ان الوقت اللي ضيع ضيعت الحافلة هذا من صالح الشركة ومن صالح الراكب ماشي من صالح الشفور اللي هو فعلا من صالح الشفور لانه كيتقاسموا الفاتورة اللي كانت تدفع كضريبة هالناس يحترموا ويعرفوا باللارة هما تحت خدمة هذوك الناس لو ما كانوش هذوك الناس ما غدي الشركة تدير حافلات وغدي جيب سائقين وغدي تخدموهم وغدي تخدمو الناس اللي كيقطعو كمراقبين علاش كتبقى وديرو شي حويج اللي هما ماشي في الصالح ديال الناس اللي خدمين معاهم ارى انتو ما منهم وفيهم بغيت غنعرف عود الناس اللي كيديرو هاد الشي اللي هما تكونوا معاطلين على العمل وكيبقى ويطلبو باش يخدمو مني كيخدمو كيفرعنو كيبداو يضلمو الناس اللي معاهم واللي بحالهم واللي ممكن يكونوا اكفس منهم راه هذيك الحافلة كتطلع اي واحد محتاج راه ميمكنش يشد مئة الف ريال اللي بتكون عندو سيارة او دير كبطاكسي راه هذك السيد او هذك السيدة اللي كي يتقضى واحد المبلغ شهري راه من حقه يشد حتى مليون يركب في هذيك الحافلة راه مش يتركب الناس في ذيك الحافلة وتسمى راه مركب الهامج او لا راه مركب البهيم او لا مركب الحيوانات ما تحتارمهمش راه انتا سفير بلادك فوق هذك الروايد اللي كتدور بيوم في الحافلة اللي كتمشي بيوم اللي بلادك منها انسان لي فاضيت يقول غدي نركب في ذيك الحافلة عندي سيارة وعندي كل شي ولكن نركب ذيك الحافلة وندور ارجاء المدينة ونشوف على الاقل يوم غدي ندور ماشينا لي صايق ونجلس ونرتاح لكن شكل كي يوفر لي ذيك راحة كيوفرها لي هذك الشفور وهو طبعا مني كيدفع ذيك الفاتورة ديال هذك التذكارة عفوا وكيدفع ذيك الواجب دياله وكيمشي يقلس خصك انتا تعرفش كل طالع طالع ما مخلص اجا ولد الله يرضعي لك بلا مشاكل هبط سيارتها تخلص وتقدر تكون فيك الانسانية مثلا وتشوف هذك الدري مثلا حالته ما عندوش ما في حالوش وبغي يقرأ هذك الولد كين اش غدي وصل هذك الولد منين تقول له انتا انغان تديك الشرطة ولا غدي تقول له الحمار ولا تقول له الفاعل ولا تقول له حشكم بزاف ديالالالفاض انا ما يقدرش يركب في الحافلة ارا غدي هزت حجرة وغدي يضربها وهذا اللي ما تنبغي وشو ما تنشجعش عليه لكن تيلة تعاملتي معا بطيب وباو هبطي يقاع هبطي وقلتي لي اولدي را ما نقدرش لنا الحافلة ما ديالي شراني يخدام بحالي بحالك ماشي انت بدا تقول لي غير طلع وتسدع لي الباب وبدأ تجمع اللي بأي من اللي عندك في النار 6 سبعة اللي كتوفر من وراه وابغى 10 درامل الواحد عيب هاد الشي اللي كتديرو راه انتوما راه انتوما راه شتين هالناس اللي هما هاد الحاشيات الصغار اللي هما من وإلى من الشعب وإلى الشعب انتوما الي كتضلموا بعضيتكم انتوما لي فيكم الحقراء انتوما اللي انتوما لي نفسيتكم خايبة اللي كتبقى وأرترجعوا للناس كتحقروه ليهم وما تقدروش ده بتركب شي واحد عاميل ولا شي واحد ماتى لانوا شي واحد ماتى لانو شي واحد بين علي لكني عندول فلوس وتقول لي انا ما خلصتش تقول لي سافسدي قلستم ما انا غدي نوصلك مكينتاشي مشكل لكن منين اسمتين ناس اللي هما شباب و تلاميذ صغار و الناس حتى يقدر يكون ما عندوش رجل كبير علش ما تسمحش ليه علش ما تسمح ليش و قبل ما تخرج خصك انتهد انه قطر حوم في الشركة صحنا الشركة ما حلهاش فابور اللي جايركم فابور اللي جغاليه تبهدله باش يطلع و انما عينك ميزانك تقدر توقفه او لا تقدر تعاطف الى تعاطفت مع الشخص واحد فالنهار راك صلحتي مجتمع راه ما يقدرش يعود يطلع معك مرة اخرى إلا قلتي لي جغالي دياره ما نقدرش انه ماشي الماشي تتبيه اللي بإلا راه الحفيلة ديالك راه الحفيلة ماشي ديالك وش انت كتتحطه في القارج ديال مواليه وكترجع تهزه في الصباح علش ما تهزاش دياره احدى دارك باش تكون ديالك وتتحكم فيها غيرنا هيك على التذكارات اللي كتتتبيعوه وتتعودوا تتبيعوه انت اليك كتت تعرف انه خديتي الفلس ومعطيتش تذكاره وصارت وقدامي دازت الى دازل كونترول كتتقول لي بلا ما اطلع بلا ما اطلع مع العلم انه ده بالحفيلة ولا فيها الويفي ولا فيها الكاميرا وكل شي موطق وتتقدروا تديروا بعد التغيرات كتدوزهم بيناتكم غير على السيدة اللي كتقطعتها هيك تقطعوه منك ايها بطشي واحد وكتعرفوا بالله اطلع في واحد الادوها بطشي قد قول لي ارى الورقة وكتعود فيها البيع هادو كنتوما ما كتتحسبوش عليهم كتتحسبوه على واحد مسكين فاقير معس اللي الكامل وشتاع لي والبرد عليه وخارج بغير يركب باش يمشي لندراسة باش يمشي لندراسة ومعندوش باش يركب ما تقدرش انت تتعاطفي معها ولا انت تتعاطفي معها ديرين عصابه على الناس على الراكبين ديرين عصابه احنا ما تنشجعوش الناس يمشيوا فابور ولا كنشجعوه انما خستكون واحد الرحمة مبيناتكم لان المدير ومالك الشركة والناس المهمين في هالكوبا راقا نسيل في المكسب كيتسنو الفلص دخل وتقدر تكون فيهم الانسانية تقدر يقولوا لكم انه ما تديروش بعد مثلا ما تدخلوش بعد المشاكيل ورا كين القانون ديال الحافلة كين منين يبغي يدخل شي واحد بحالكة قولي شوف قراء القانون وما تطلعش كان عارفنا القانون ديال الحافلة فيه بزاف فيه احتى الانسان ما يأكلش فيها هاد الشي ما كتقدرش توصلوا للناس بشوية وبالقاعدة هاد الشي كتوصلوا للناس انك انت هديك الحافلة ديالك هادك معاق ارا عندك البطاقة اللي غادي تزيخ ستكمل المجموعة ديال الفلوس اللي تدخل في النهار حشوما والله العظيم الى حشوما نهار على نهار الانسان كيتألم منك يشوف المخزي الدير عاطي واحد الفرصة لحافلات وشركات ومصالح صحية فيها سيارات لخدمة الشعب وانتو ملك تخرجوا مو الضافين كتديروا فيه ان ما بغيتوا عيبوا عار عليكم حشوما حشوما الاشي اللي كتديروا الله العظيم غادي نعود نرجع نقول لكم الله يدير تاوي ديال الخير الله يدير تاوي ديال الخير راه دنيا غاادة ما فات شي حاجه ما تتغير فات حاجه كي كل ييل وكي صبح النار وكتشرق الشمس وكتغيب الشمس لكن اللي كيدور في هادك ما بين هادك الوقات هو البشر. كل نهار كيطلعب نفسية. كل نهار كيطلعب حالة. إلا إحنا نحقره على بعضياتنا. كيفاش بغينا الدنيا نزيدو هالقدام. كيفاش بغينا نزيدو. إحنا القدام ما الدنيا رغادة كي قلنا. لا حول ولا قوتها إلا بالله العلي العظيم. وشكرا على الإصغاء. ونشروا هاد الفيديوهات ولكم جزيل الشكر. وديروا لايك واشتركوا.